فترة من تاريخ مصر كان الفن والثقافة والإعلام ثلاث قوة كانوا بيأثروا في العالم العربي ويمكن العالم الأوروبي كمان في فترة من الفترات في حاجة اسمها السياسة الثقافية كل بلد في الدنيا بيبقى عندها سياسة ثقافية كثير من المحللين السياسيين والمثقفين بيقولك أننا في 30-40 سنة اللي فاتوا ما كانش عندنا سياسة واضحة ثقافية لكن في مجهودات ولكن بشكل عام ما كانش في عندنا حاجة اسمها سياسة ثقافية دلوقتي السياسة الثقافية حضرتكم أكيد واخدين بالكم المسلسلات التركي والدبلاج السوري السياسة خاصة بتنتشر بشكل كبير مصر كانت الرائدة في كل هذه المجالات إذا كانت الفن الثقافة والإعلام يقال أنه أطراف كثيرة قدمت سياسة ثقافية لمجلس الشعب اللي فات المنحل ومش عارفين حصل فيه إيه في هذا الموضوع عندي في فقرتي المشرفاني الدكتورة فؤادة البكري الأستاذة الإعلام بكلية الأداب جامعة حلوان صباح الخير يا فن أهلا وسهلا بزيح حضرتك حضرتك فيه أجيال كتيرة جدا ممكن تكون ما تعرفش يعني إيه كلمة السياسة الثقافية للدولة ما معنى هذه الكلمة فعلا زي ما حضرتك بتقول وزي المقدمة اللي أنت أشرت إليها أن مصر طول عمرها رائدة في المجال الثقافي الثقافي والعلمي والإعلامي في المنطقة العربية وكثير من دول العالم والفن طبعا الحقيقة يعني برضو الثلاثين سنة اللي فاتت كانت الرؤية غير واضحة كانت السياسة الثقافية غير محددة كانت يمكن مرتبطة بأهداف ليست الأهداف اللي بتسعى إليها دولة لها ثقل ولها اهتمام وأهمية زي مصر فمن هنا تاهت السياسة الثقافية يعني إحنا أما بنقول سياسة الثقافية يبقى مفترض أن فيه مخططات أو فيه إطار عام أو فيه رؤية معينة ثقافية وإنسانية لكل الثقافة ومشتقتها ووسائلها إزاي بها ننتشر إزاي بها نبقى لنا دورنا في الداخل وفي الخارج الكلام ده طبعا يعني كان متركز لخدمة النظام أو لخدمة أهداف معينة السياسة الثقافية كان فيه مبادرات الحقيقة يمكن أهم مبادرة كانت حصلت أو أطلقت مبادرة طبعا دكتور المرحوم دكتور سربة عكاشا ودي كانت يعني مبادرة أولية أو يعني في بداية صورة 52 نعم وبالتحديد هو عملها سنة يمكن في أوائل الستينيات عرضها على مجلس الأمة في ذلك الوقت وأقرته كل المشتركين والموجودين وبدأ يطبق سياسة الثقافية فكانت سياسة رائدة فعلا يعني انطلق بيها العمل الثقافي في كل شمل كل الدولة وشمل كل الأرقان وكل الاتجاهات سواء ثقافة شعبية ثقافة جماهرية ثقافة عليا ثقافة راقية كل الاتجاهات كان فيه بناء وكان فيه تأسيس دكتورة بعد إذن سيادتك بيقال في هذا المجال أنه الفن والثقافة والإعلام هي القوة الناعمة قوة الناعمة اللي موجودة في أي دولة في العالم في القرى الأرضية قوة الناعمة دي حضرتك بتبتدي داخليا جوة البلد نفسها وبعدين بتتنقل في فترة من الفترات أنها تبقى خارجية إيه الفرقة؟ هو يعني مش هيبقى فرق هيبقى امتداد يعني إذا كانت الثقافة في داخل بلد قوية بس دي بتبقى سياسة وهل هي يعني امتدادها أنها تبقى خارجية دي برضو دي سياسة دي تبع السياسة الثقافية نفسها يعني السياسة الثقافية إذا كانت بتركز يعني هنا هنتكلم بقى عن ركائز أو أولويات السياسة الثقافية الداخلية لو كانت سياسة ثقافية الداخلية بتهتم مثلا بالهوية بتهتم بنشر الثقافة لكل الأقاليم وكل أبناء الشعب بتهتم بأن يبقى فيه تبادل ثقافي حر بين البلد والبلاد الأخرى المحيطة بيها سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي فدي بتبقى ركائز أو أولويات للسياسة ثقافية طالما السياسة ثقافية بتبقى سياسة قوية أو وضحة الرؤى أو عندها مرتكزات هامة تنطلق منها وقوتها في الداخل بتنطلق إلى الخارج يعني ما ينفعش أبدا أن أنا أهتم بالسياسة ثقافية في الخارج وأعمل تبادل ثقافي وأستقدم فرق وأعمل عروض وأعمل مهرجانات ومؤتمرات وأنا سياسة الداخلية مهلهلة لازم يبقى فيه يعني دعامات رئيسية باستند عليه لأن الثقافة يعني إحنا حاليا بنقول أنها الكوى النعيمة لأنها عندنا الكوى الصلبة أو الكوى القوية اللي هي لطبع الجيوش والحروب والمساء اللي فيها صدام والسياسة بشكل عام بشكل عام لكن الكوى النعيمة بتبقى الحاجات اللي بيملكها الإنسان اللي يستطيع أنه هو يبلورها ويطوعها كما يريد حسب رؤيته حسب قوته حسب انتشاره فلو كانت السياسة دي بتبقى فيها من الوضوح والرؤية والقوة والشمول الإنساني بتبقى ثقافة مدعمة وعشان كده بقول له حضرتك أنها لازم يبقى الهوية الثقافية نفسها تبقى واضحة وتبقى يعني معبرة عن ثقافة الشعب ولذلك السياسة الثقافية اللي احنا يعني خطبنا بها مجلس الشعب الفائت كانت عن أن ما ينفعش أن احنا يبقى سياستنا الثقافية منحصرة في من يتردد على وزار الثقاف أو من له الحظة في أن هو يتعامل مع وزار الثقاف لازم الثقافة تبقى شاملة كل الشعب لأن الثقافة بمفهومها الواسع العريض بنجد أنها بتشمل سلوكيات الإنسان ترائق الحياة عاداته تقاليده يعني بيبقى لها سمات مادية وسمات معنوية والسمات المعنوية أقوى كمان يعني إذا كانت حاجات ملموسة هناك أشياء غير ملموسة في ثقافة الإنسان وفي تاريخه وتراثه بتعبر عنه أو بتنطلق منه فالحاجات دي كلها لازم تبقى واضحة وتبقى فعلا زي ما أنت قلت دلوقتي قوة من القوى الناعمة اللي هي تبرز دور مصر في المستوى المحل والإقليمي والعالمي طيب لأكثر توضيحا سؤال دكتورة لما نقول السياسة الثقافية اللي ممكن تأثر في الشعب نفسه ويبقى فيه سياسة لهذا الموضوع هل ده يخليني لما أرجع في خلال العشر سنين الأخرانيين وثقافة الإنسان المصري الشعب المصري بكل طواقفه في أنه يتجه للعفوية يتجه للأغاني الغير لائقة اللي يتجه لعدم وتبسيط ونوع من اللامبالاة في أننا إنسان محترم أو إنسان شيك أو إنسان بحاول أن أفهم الأدامي وأستوعبه هذه السياسات هي دي اسمها السياسة الثقافية اللي ممكن تأثر في شعبه هو ده حضرتك يعني جبت بقرة الكلام لأن إحنا برضو لو بصينا للأغاني والمسلسلات والتمثليات والحاجات دي أنا أجد أن كان فيها نوع من يعني البعض بيتدعي أنها بتخاطب الفئات الشعبية أو الفئات اللي هي محتاجة هذا اللون من الأغاني بالذات الأغاني اللي كانت انتشرت في الأحياء الشعبية الثقافة مش كده يعني الثقافة فعلا أنا أشوف احتياجات الشعب أو أشوف هو يعني ما بغربوش ما بعملش نوع من التغريب بلطقت هذه السمات أو هذه الخصائص وأرتقي بيها أرتقي بيها بقى فنيا أدبيا موسيقيا لكن ما نزلش أنا في المستوى وأقوله هو الشعب عايز كده ولذلك لقينا ألوان من الثقافة مصر ما سمعتهاش قبل كده يعني ألوان من الأشكال الثقافية اللي هي فعلا تعتبر كان فيها نوع من تسطيح الثقافة وده مش مطلوب طبعا القاهرة وده واضح أنه كان موجود في السينما وفي الثقافة وفي الإعلام جاء للثقافة حتى يعني الأغاني ما إحنا سمعين مثلا أغاني اللي بتنتشر في الكستات وفي الميكروبسات والكلام ده مش ديه الثقافة المصرية مش ديه مصر اللي هي بمفاهمها بقيمها بأخلاقياتها بكل المسل والأشياء الجميلة اللي فيها هي دي اللي يبقى التركيز عليها أين بقى يعني الألوان اللي هي فعلا تأخذ الشعب وترتقي به يعني حتى لو بصينا الأغاني المكلسوم كان الشعب بيتزوقها رغم أن هي كانت قصائد وكلمات صعبة وكلمات كبيرة وكبار الشعراء كانوا بيقلفوا لكن ما كانش حد بي هل أيامها ما كانش فيه أمية؟ كان فيه أمية هل ما كانش فيه جهل؟ كان فيه هل ما كانش فيه ناس فقرة؟ كان فيه بالضبط كده لكن ما كانتش العملية أن أنا بتحجج أو بتكلم على أن ثقافة يعني معناها الناس اللي أنا بنزل لهم دول بخطبهم بمفاهمهم أو بخطبهم مثلا بأساليبهم أو باحتياجاتهم هي المسألة مش كده مسألة أننا الثقافة يعني بترتقي بالإنسان يعني هدفها الأساسي لأن احنا حتى في تعريفاتها بنقول أنها طرق سلوك أو طرق طرائق الحياة طرائق الحياة بقى بأيوب بعداتها بتقاليدها بعرفها لكن مع سقل هذه الأشياء اللي هي الطرائق دي والارتقاء بيها وتقديم للشعب ما يرقى به ولذلك السياسة الثقافية اللي قدمناها في مجلس الشعب كانت من ضبط بنودها ومرتكزاتها أنها بتركز على أن الثقافة ما تبقاش منبعها ومصدرها ومتلقيها في القاهرة بس لا أقاليم مصر مختلفة يعني أقاليم مصر مختلفة لازم يبقى في مخطبة لاحتياجاتها وتصور لسماتها المحلية ثم بعد ذلك نشر هذه الأشياء بقى سواء تبادل بين الأقاليم وبعضها سواء أنها تيجي تعرض في الأقاليم وعلى فكرة الرسالة دي كانت بتقوم بيها الثقافة الجمهورية زمان في بداية ثورة 52 وما بعدها لسنوات يعني هنا بنلاحظ أن السياسة الثقافية تبتدي تاخد رؤية المسؤول رؤيته لكن لو أنا حطى سياسة ثقافية ثابتة مش ثابتة يعني جامدة يعني فيها شيء من المرونة ولكنها لا تتغير بتغير المسؤولين ولا تتغير برؤية فلان ولا علان ولا مجاملة سيدة أولى ولا رئيس عايز يبرز نفسه ما تتلونش تبقى السياسة الثقافية المصرية سياسة معبرة عن الشعب المصري وزي ما أنت بتقول الكوى النعبة اللي هي تنتشر حتى أنت من غير ما تعمل على انتشارها هي بتنتشر لوحدها لأن الناس هي اللي بتلتقتها وهي اللي بتصدق بتبقى منتظرها وتبقى تشوف مصر عملت إيه عشان نعمل زيها أو مصر عملت إيه الجديد اللي في مصر وهكذا لكن أنا السياسة الثقافية الفائتة أو الماضية كانت يعني مرتبطة دايما بمصالح مرتبطة دايما برؤة ضيقة يعني ما فيش فيها التجديد أو الموهبة لذلك المبادرة اللي عملتها مؤسسة المورد الثقافي دي مبادرة جيدة جدا وحاولت أنها تنشرها نوع من إيه من أنها تخطب بها المسؤولين المسؤولين اللي هم يستشعروا حكة الشعب للثقافة أن بدون نعطي كلامي أستاذة تغريد المعدة كنت منتناقش برا كده قبل الفقرة كنت منتكلم بنقول أن هي زارت تونس قبل كده وكانت ويا ماشية في الشارع في فترة من الفترات اللي كانت فيها الثقافة والقوة الناعمة شديدة كان الناس في الشوارع في تونس بيحبوا يوقفوها بس عشان يتكلموا معها عمي نفس الحكاية في يوم الآيان الله يرحمه وبرضو قال لي نفس الحكاية كان بيسافي الدول العربية كتير قوي أيام عبد النصر وكان حتة أن أنا بس أسمع كلام المصري دي بالنسبة لي سعادة حاجة جميلة يعني تلوقتي حضرتك ابتددا نحس أنه بقى فيه السياسة الثقافية التركية واضحة جدا بيعملوا فن جميل جدا كرؤية وصوت سوري ده إيه مميزاته وإيه عيوبه على الثقافة المصرية أو السياسة الثقافية الثقافة المصرية هو يعني إحنا بس يعني لو كلمنا عن المسلسلات التركية هنفتح المجال للدراما وتوجهاتهم هما يعني هما بدأوا يتوجهوا للمنطقة العربية بالمسلسلات ومش أي مسلسلات إحنا ما بنقارن بين مسلسلات وبعدها بنجد تركيز على يعني الجمال والإبهار وإنه بيجذبك حتى كمتلقي أنك تروح تزور تركيا ده واحد من الحاجات المهمة جدا اللي أثرت في السياحة في تركيا على فكرة بالصبت فعلا نسبة العائد السياحة في تركيا في السنين الأخيرة ارتفع جدا نسبة السائحين العرب اللي راحوا تركيا في السنوات الأخيرة كبيرة جدا وده زكاء يعني دي أنا لما أرتكب الثقافة المصرية أخلي الناس اللي في البيئات العربية جايين مبسوطين وجايين شعارين بسعادة أن هما هيبقى في احتكاك مباشر بهذه الثقافة في المسارح في السينمات مع الناس مع الأغاني مع حتى الملتقيات العادية اللي هي الفيس توفيس مثلا محاضرات سمينار حاجات الناس كل حد له احتياجها يلاقيه هيلاقيه موجود لكن أنت على النهاردة تجد أن الساحة لما بدأت يعني يبقى التركيز على مشكلات وعلى عشوائيات وعلى خناءات وشتائم وحاجات من هذا القبيل مين من الناس يحب أنه هو على طول شايف الدرامة المصرية بالشكل ده أكيد طبعا بتعمل دي نوع من اللي يعني زي ما يكون مش تشبع نوع من الهروب فانت بتهرب أو بتروح للحاجة الأحلى أو الأحسن فوجد وضلتهم في المسلسلات التركية مسلسلات التركية رغم أن الدرامة إلى حد ما مش محبوكة أو لو لاحظت المسلسل لأخره ومن أول أخره تلقى مطولة زيادة عن اللزوم صورة حلوة ممثلين حلوين ومناظر طبيعية بيخاطب الروح الإنسانية بغشاك العام الجمال الطبيعي اللي هم بيصوروا في بلدهم تعال أنت لما تعمل تصوير خارجي وأظنوا طبعا في الإعلام بتعانوا من الحكاية دي شوف كم إذن وكم تصريح وكم موافقات علشان تعمل تصوير خارجي هل الكلام ده احنا لاحظنا في المسلسل التركي أنه في أي عقبة وقفت في سبيل مثلا انسياك المسلسل ده مش في تركيا بس في المغرب وكمية الأفلام اللي بتروح تتصور في المغرب أجنبية هنا السياسة الثقافة المصرية يجب أنها تراعي جميع هذه العوامل أنه أنت ما بتخرجش للبلد اللي أنت رايح له مثلا بلون معين من الثقافة أنت بتخرج بكل أشكال الثقافة فيجب أنك تبقى حريص على أن هذه الألوان كلها تبقى مميزة شخصيتك هويتك وأجمل ما فيها إزاي إزاي لو مجلس الشعب اللي تحل لو رجع لو لو لسه لحد دلوقتي فيه أقويل بتقول يا دكتور مرسي رئيس الجمهورية أرجوك ورجع لنا المجلس الشعب دلو أو جاء مجلس الشعب جديد بانتخابات جديدة بعد وضع الدستور وجاء نفس تقريبا إذا كان الحرية والعدالة أو حزب النور تقريبا نفس النسبة لو هفترض إزاي أوصل اللي حضرين حضرتك بتقوليه من أول من أول الفقرة لحد دلوقتي لناس طول الوقت بتفكر في أن احنا الشريعة الإسلامية ولازم تطبق بشعارف يعني كل الاتجاهات الإسلامية بشكل عام إزاي أقدر أخطبهم إزاي أحاول أقنحهم طول الوقت بهذا الموضوع وأهميته وسؤال مهم جدا طبعا يعني أنا أتصور أنها العملية عايزة نوع من الموأمة بين متطلباتك أنت كثقافة عايز تبرز كل جوانبها الراكية المتميزة وأن يكون عليك حظر بس اللي احنا تجربتنا مع المجلس الشعب لأننا عملنا معهم كذا جلسة الحقيقة كانوا اللي كان مسك لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب سعيتها كان أستاذ محمد الصوي وهو يعني له تجربة كبيرة في مجال الثقافة والانفتاح على ثقافات عالمية وسقافات متنوعة فكانوا الحقيقة متفاهمين جدا لكل الأرقان السياسة الثقافية اللي احنا عرضناها كانش فيه أي اعتراض بل بالعكس كان عندهم دعم وتسهيل وحاولوا أنهم يقربوا بين وجهات النظر مؤسسة المورد الثقافي بكل تموحاتها وكل تصوراتها إزاي تعمل في السنوات القادمة ويعني استقدمت ناس من المسؤولين في وزار الثقافة في ذلك على الوقت أيضا وكان يمكن وزير الثقافة ساعتها كان دكتور شاكر فهم جموا وقعدوا وسمعوا وتفهموا المبادرة وكان كل حد له إسهاماته كويس ما كانش فيه تعارض أو ما كانش فيه صدام بمعنى أن هنا الطيار الإسلامي أو هنا الطيار مثلا مدني أو كده ما كانش ده موجود بتاتا لأن الثقافة لما بترتقي بتتخطى كل هذه الحواجز على فترة هو مش للطيار الإسلامي بس ده حتى الليبراليين ووو لازم نفهمهم كويس قوي أهمية أهمية الثقافة القوة النعيمة دي بتعمل إيه ده الثقافة دي يعني أننا لو ارتقيت بالثقافة هقضي على مشكلات من اللي احنا بنعاني منها دلوقت في المجتمع يعني شوف السلوكيات بتاع الناس شوف التدهور اللي حصل مثلا لبعض الفئات لبعض طبعا البلطجية واللي طلعوا ممكن لو أنت بتتحدث أو بتتكلم مع إنسان على قدر مش هقول مثقف على قدر من الثقافة بيبقى عنده حس وطني نعم خصوصا أن أنت لو لمست فيه الحتة الوطنية الإنسانية نعم اللي هي تقضي بها على مشاكل عويصة حاليا نعم فحنا يعني حتى كتابنا الأدام والكبار كانوا دايما يركزوا على أن الثقافة مش لهدفها أنك أنت بتعرض مثلا ألوان وأشكال جميلة للإبهار أو لمخطبة الوجدان لا دا أنت بترتقي بالإنسان ترتقي بيه فكريا ونفسيا وسلوكيا وكل دا حينعكس في الآخر على سلوك الإنسان وفكره على مصر نفسها على كل حاجة وفي نفس الوقت إحنا يعني مثلا بيبقى العملية عايزين نقطر من هذه اللي هي الأجهزة الثقافية اللي زي المورد ودوره وكده أن دول الناس لا أجهزة حكومية ولا أجهزة رسمية ولكنها عندها مبادرات فردية مبادرات مستشعرة أهميتها وأهمية الثقافة الموضوع دا مش هينتهي وحنستضيف حضرتك تاني ونتكلم فيه موضوع دا تاني طول الوقت الدكتورة فؤادة البكري الأستاذة أستاذة الإعلام بكلية الأداب جمعة حلوان شكرا جزيلا لحضرتك كيف أنت أنا آسف بس هو الفقرة بتاعتي خلصت وشوية شكرا جزيلا فرد فاصل وراجعين حالا شكرا جزيلا لحضرتك